الإنجاز اللي إحنا حققناه إحنا حتى أعظم إنجاز حققناه في عشر سنين اللي فاتوا المصريين ما كانواش راضين عنه بالمناسبة عشان بس أجيب لكم الآخر القصة مش قصة أنا هنا بتكلم على كل المصري مش بس بتكلم على الأهل يعني ما قلت إن ربا ضرت النفعة صحيح الأهلي كان فيه ضرر مباشر وواقع عليه نتيجة إخفاق المسؤولين في التحاد المصري عن القيام بمهام عملهم لكن الضرر الواقع مش بس بيمس النادي الأهل لذا ده بيمس الكرة المصرية وبيمس الرياضة المصرية وبيكشف كمان لما نقرأ يعني لما نحاول نقرأ التفاصيل كده في المشهد بيحط أسئلة الحقيقة يعني طبيعية جدا ومنطقية إزاي القائمين على الأمور في مصر ما عندهمش إلمام بطبيعة عملهم أنا بكلم حالاتكم على مسؤولين على أعلى حتش كلمني على موظف في اتحاد الكرة وواحد ضيع الجواب وواحد أخفى الجواب أنا بكلم على مستوى على الإدارة العالية على المستوى المسؤول الأول عن الكرة المصرية عن اتحاد الكرة المصري فيه فرق فيه فرق كبير جدا إحنا نعرف نفرق إحنا كجمهور على فكرة مش بكلم إحنا كنادي أهلي إحنا كجمهور نعرف لما نيجي نقيم مستوى المسؤولية أقدر أفهم أنه الخطأ ده والخطأ وارد في كل مكان الخطأ وارد في كل مكان بس هو خطأ لابد من الاعتراف به والاعتذار عنه ومحسبة المتهم بالخطأ ده سواء كان بقى الخطأ ده حصل نتيجة تأصير نتيجة فساد نتيجة جهل كل دي أسباب تؤدي إلى الخطأ في النهاية واحد ما بيشوفش شغله فحصل الغلطة فكان نتيجتها أنه في حد دفع تمن الغلطة دي أو كان فاسد فعملها نتيجة رشوة على سبيل المثال أو كان جاهل هو غير مؤهل أنه يشغل المنصب ده هو مش عارف مهام وظيفته وحدود مسؤولياته قد يهيه فبالتالي حصل الخطأ ده لكن اللي يهمني في النهاية أنه يبقى فيه خطأ لأنه ورد أنه يبقى فيه خطأ وأنه يتصلح لكن الخطيئة التي لا تختفر هو أنه يبقى فيه خطأ واضح والجميع شاهد بأنه ده شيء خطأ جميع الأطراف اللي شايفة أو اللي عندها خبرة أو اللي توالت مسؤولية سابقة ويبقى فيه كمان إصرار على الخطأ ومحاولة تبريره ومحاولة التنصل من مسؤوليته العالم كله الحقيقة يعني يمكن بعد مؤتمر كابتن محمود الخطيب مبارح والكلام اللي قاله والمستندات اللي عرضها والموقف الخاص بالاتحاد المصري لكرة القدم في أزمة نهائي دوري الأبطال راجل شرح البند رقم 28 وقال لك إنه ما فيه سبقة ودي أمثلة على ده ما فيه سبقة إنه فيه نادي تقدم النادي لا يتقدم أساسا يعني مش من حق النادي إنه يتقدم لإستضافة مبارة نهائية اتحاد الأهلي هو اللي بيتقدم الدولة هي اللي بتتقدم للإستضافة النهائي بصرف النظر عن عندها نادي مشارك أو مش نادي مشارك ده حدث من الأحداث الرياضية الكبرى اللي كل الدول بالمناسبة بتسعى إلى إستضافة المباراة النهائية أو المطولات الكبرى ومصر سبققة في ده يعني على تاريخ مصر في إستضافة الأحداث الرياضية الكبرى ومش محتاجين نتكلم على أو ندي أمثلة على اهتمام الدولة المصرية بالبنية التحتية وعلى استضافتها في السنوات الأخيرة العدد من الفعاليات الرياضية النكحة جداً بشتى العالم كله وبالتالي هنا الضرر وقع على الرياضة المصرية عدم اهتمامك مش هقول هنا كمان أنه فوق مهام عملك أو فوق مسؤولياتك المفترض أنك أنت تقوم بيها أنك كمان مفترض أنه يبقى في حتة مهمة جداً أنك تدعم كلهم هو مصري يعني إذا كان عندك نادي مصري قادر على أنه يصل للمباراة النهائية أو فيه احتمالية أو فيه شواهد بتقول أنه فيه احتمال أنه يوصل مباراة النهائية ده يخليك أدعى أو أكتر حرصاً أنك أنت تكون كمان حريص على الإصرار على ده مش بس فكرة الحدث الرياضي لمصر الدولة المصرية ستستضيفه بصرف النظر عن طرفين نهائي لكن ده ممكن كمان يكون نادي مصري طرف المباراة النهائية ده زي ما المغرب عملت كده